موسيقى موسيقى الأخوة المشاهدين طابة أوقاتكم ونحييكم من جديد في برنامجكم برنامج وسم والساعة المباركة اللي نلتقي فيها وياكم ويا هلا ويا مية مرحبا وحنا اليوم في مقهى السالمية الشعبي صراحة مكان جميل مكان يأخذنا صراحة للماضي والتراث وهالصينية ما شاء الله الحلوة وهالغوري المخدر مثل ما يقول لهنا يا أبو عبد الله وجلسة هالسدو والأجواء ما شاء الله الباردة الحلوة أن اليوم ما شاء الله في الجو ما شاء الله بين البارد وبين البراد يعني ما هو مزعج جميل ودائما حلنا أبو عبد الله الأمانة نحاول نخلي المشاهد في ثراء معرفي ثراء ثقافي متنوع ونحاول أن مواضيعنا دائما ما تكون توجيهية أو مواضيعنا دائما ما تكون مثلا قصص أو تكون كلها عن شخصيات دائما متنوعين بين شخصية وبين قصيدة وبين سالفة وبين طال عمرك معلومة ثقافية وبين معلومة دينية بما يعني استطيع يعني وهذه كلها يعني وجهات نظر قد نصيب فيها أحيانا ونخطئ فيها وحنا يا أبو عبد الله يعني اليوم يعني حديثنا وياك أعتقد أنه عن قصيدة أنت مجهزها لنا ولكن ما نعلم شنو يعني خفاياها ولا نعرف شنو يعني محتواها ولا نعرف صاحبها فيليت تسدل استثار عن هذه القصيدة الله الله وتسمعنا يا أبو عبد الله الله يرضى عليك أحسنت على هذه المقدمة الجميلة الله يرضى عليك أخوي ممطلق أول شيء أنا سعيد بلقائك وسعيد بلقاء الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حياكم الله و بارك الله فيكم و يعني الحديث عن الشعر أول شيء يعني هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى خصص مساحة جميلة يعني وجيدة للموضوع الشعر فأنا أتقدم بالشكر لك أخي أبو مطلق الله يسلم على ما أتحفتنا به من أشعار وأحمد الله أني أتيت أيضا بما أشاطرك به من هذه الأشعار أنت طبعا باللسان الشعبي وأنا في اللسان العربي الفصيح و كلهم ينطلقون من مشكات واحدة كلهم يعني في الأصل في لغة عربية جميلة أيضا حتى كجناحي طائر نعم نعم أحسنت يعبرون عن مزاج ليس فقط الشعراء ولا يتحدثون فقط عن تجربتهم ولكن أيضا يتحدثون عن مزاج البيئة التي يعني هم فيها والشعر النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بالإمكانيات الشعرية الأدبية عند الشعراء الصحابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشعر لحكمة و إن من البيان لسحرة الحديث المشهور وله قصة تتحدث عن أثر الكلمة و قدرة الإنسان على التلوين في الأفكار و تغيير الأمزجة من خلال الكلام فالشعر أقدر الشعر لأنه فيه عبارات منتقاء و الإنسان اللي قاعد يقوله فنان و عنده حصيلة معرفية فكرية تاريخية في الغالب يعني الشاعر أنا ذاك و عنده ذائقة نقدية نقدية للواقع و نقدية للأفكار اللي هو قاعد يطرحها فهو يجردها و ينقحها و يرتبها و يسنعها حتى تطلع كلها عبارة عن مهارة غير عادية و نحن الحمد لله بالكويت يعني الشعر العربي الفصيح أنا ما أتحدث طبعا عن الشعر الشعبي لكن أتحدث عن الشعر الفصيح هناك عدد من الشعراء الشباب اللي قاعدين ينهضون اليوم و يحملون هموم الكويت و فكرها و يتكلمون بكل جرأة و كل وضوح و كل مسؤولية عدد من الشعراء يعني أنا ما ودي أسمي لأني نسميت ذكرت ناس و نسيت ناس لكن أنا أعرف أن أنا على الأقل أعرف يعني عدد من شباب الكويت الشعراء اللي يبين يعني عدد من الأفكار و يتفاعل مع قضايا أمته و قضايا مجتمعه و قضايا بيئته فهذا أيضا يعني من الأشياء و الشاعر في السابق قال اللي هو الشاعر اللغوي أحد الشعراء يعني له ديوان جميل قال الشعر عاطفة تقتاد عاطفة و فكرة تتجلى بين أفكار الشعر اللامس الأرواح ألهبها كما تقابل تيار بتياري الشعر أنشودة الفنان يرسلها إلى الحياة فتح بعد إقفاري يعني شاعر قادر على أنه يعني يبث الروح في الحياة بسبب الأبيات والشاعر المعروف القديم قيس إنما خاب ظني يقول وما أشرف الأيفاعة إلا صبابة وما أنشد الأشعار إلا تداوية البيت هذا رهيب هذا اليوم نظريات علم النفس أخذت تتكلم عن أثر الشعر في العلاج النفسي هناك مدارس نفسية في علم النفس مختلفة من ضمنها تستطيع هذه المدرسة أن تعالج بعض المشاكل نفسية من خلال إبداعهم بالشعر شفت المعاناة التي يحس فيها هذا الإنسان يحيلها إلى إبداعه يكتبها إبداعه ترجمها ببيات شعرية عشان شديد شاعر يقول وما أشرف الأيفاعة إلا صبابة الأيفاعة يعني الأماكن المرتفعة وما أشرف الأيفاعة إلا صبابة وما أنشد الأشعار إلا تداوية اليوم قصيدتنا صراحة من مثل هذا اللون اللي تعالج شاعر تفاعل مع قضايا أمتها ومجتمعها وعند رصيد من الخبرة والتجربة في الحياة فحولها إلى تحفة فنية بديعة مؤثرة اللي هو من أبو عبد الله؟ الشاعر محمد مصطفى حمام رحمة الله جميل حن أبو عبد الله نعم دام تعرفنا على اسمه نعم نبي نسمع القصيدة بعد هذا الفاصل إن شاء الله نحييكم الأخوة المشاهدين من جديد في برنامجكم برنامج وسم و عودنا لكم و العودة أحمد و نتكلم عن الشعر و مكانة الشعر و أهمية الشعر و الشعر ما يخفى لها طبعا لها مكانة عظيمة في نفوسنا صراحة كشعوب بالذات عربية لها مكانة كبيرة و أظن يا أبو عبد الله الشعر الكبير أبو تمام أن يقول ولولا خلال أيوة ولولا خلال سنها الشعر مادرة بنات المعالي كيف تبنى المكارم الله الله و من الناس من يستصغر الشعر رتبة و من ناسه لولا الشعر و إلا بهائمه يا عيني عليك فحنا يا أبو عبد الله من باب هذا البيت هذا الجليل ننطلق معاك في ميدان الشعر نعم نعم و لماذا قال لولا الشعر لكان الناس بهائم طبعا هو مقاعد يسيء للبشر و الناس في ناس يعني حلو جميل يعني يهمني هالموضع يعني تصير في عندها ردة فعل حياب هذا البيت و هو قاعد يتكلم كسلوب و سلوك معبر عن شعور الإنسان لأن الشعر كلمة شعر مرتبطة بالشعور الله فالشعر هو المرآة العاكسة لشعور الإنسان الله فالإنسان من غير الشعور يصبح يعني على كلام الشاعر مثل أجلك الله البهيمة يعني عرفت و حتى أجلك الله البهيمة ترى عندها شعور سبحان الله حتى البهيمة عندها شعور سبحان الله نعم سبحان الله و هذا يعني أنا أذكر أن أحد العلماء مرة تكلم في له دراسة عجيبة جدا يتكلم عن الشعور اللي عند الحيوانات والذي سبق في هذا الموضوع الأديب والكاتب الشهير الجاحظ رحمة الله عليه الجاحظ المعروف له كتاب اسمه الحيوان يقع فيه سبع مجلدات تعال شوف الكلام العجيب الذي يتكلم هذا الرصد العلمي الأدبي في هذا الكتاب الذي يتكلم أيضا فيه جزء منه يتحدث عن المشاعر الموجودة عند الحيوان عند النمل عند الطير عند الذئب إلى آخر وكيف يتعلم منها الإنسان هذا موضوع جميل في الحقيقة لكن نعود مرة أخرى إلى أجواء هذه القصيدة قال هذه القصيدة شاعر مغمور لكن الذي يقرأ شعره يقول بأنه شاعر كبير ومؤسسة سعود عبد العيز الباطين هذه المؤسسة الكبيرة المحتمة بالشعر في الحقيقة رصدت مو بس هذا الشاعر أعداد غفيرة من الشعراء اللي يستحق كل واحد منهم أن يكون أمير الشعراء يضاهي أحمد شوقي أمير الشعراء المعروف هناك العديد من أمراء الشعر العربي اللي طمسهم التاريخ فيجزاها الله خير لما من خلال هذه المؤسسة روح الغبار عنهم نفض الغبار عنهم وأحياهم من جديد من خلال هذه المؤسسة العتيدة العريقة من هؤلاء الشعراء شاعر محمد مصطفى حمام متوفى عام 1965 شاعر مصري لكن ارتحل من مصر وجاء مع مجموعة من المعلمين اللي درسوا في الكويت وفيما أذكر أنه توفي في الكويت وأيضا توفي في الكويت لكن كان من ضمن رحلتها كان في المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية جزاهم الله ألف خير هم الذين لملموا تراثه وأحيوه وأعادوا نشرة بعد وفاته بسنوات طويلة عمل طيب عمل طيب الدار السعودية إحدى الدور الشهيرة قامت بإعادة بلملمة ديوانه وقامت بطباعة ديوان الشاعر محمد مصطفى حمام المعلم والمدرس والفكاهي لأنه كان أحد أعلام العالم العربي في أدب الفكاهة له أشعار جميلة يعني يتكلم فيها عن معاناته وبعض المواقف اللي بأسلوب فكاهي هذه القصيدة في الحقيقة الواحد يستغرب من هذه الشخصية اللي كانت مقتدرة على كتابة الشعر الفكاهي أن يكتب هذه القصيدة بما فيها من رصانة وما فيها من جدية ومعاناة خاضها وعاش فيها هذا الشاعر قالها في محفل كبير جداً مسرح وكان حاضر فيه عدد كبير جداً من العلماء والدعاة والمفكرين فكلهم قاموا تصفيق كما روى ذلك الشيخ محمد الغزالي في كتاب جدد حياتك في آخرة وهو يتكلم كيف تفاعل الناس حتى البكاء من هذه القصيدة القصيدة يتكلم فيها عن ما الذي علمته الحياة إنسان خاض فيه غمراتها وتجاربها فيقول علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضاً وقبولاً ورأيت الرضا الدرس الذي خذها من الحياة أنه حياناً يعاني من شظف العيش يعاني من وفاة الأقرباء والأصدقاء قد يعاني من طرق المرض عليه أو على أحبابه صح صح حياة متقلبة وبالذات موضوع شظف العيش لأنه كان دائماً يشكوها في أشعاره فيقول ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولاً يغطيها ويسترها المآسي الرضا هو اللي يمحيها ويغطيها بيت عجيب صراحة ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولاً والذي ألهم الرضا لا تراه أبداً دهري حاسداً أو عذولاً أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمداً جزيلاً الحمد لله الذي لا يحمد ألا مكروه سواه يعني كأن هذا شعاره أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمداً جزيلاً أنا راض بكل صنف من الناس لئيماً ألفيته أو نبيلاً لست أخشى من اللئيم أذاه لا ولن أسأل النبيلا فتيلاً فسح الله في فؤادي فلا أرضى من الحب والوداد بديلاً يعني فؤادي ما في إلا الحب للآخر سواء كان صديق أو عدو يقول في فؤادي لكل ضيف مكان فكن الضيف مؤنساً أو ثقيلاً ظل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلاً فالرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا قليلاً علمتني الحياة أن لها طعمين مرّاً وسائغاً مأسولاً هذا الحياة طبيعتها جديد مرّاً أسود مرّاً أبيع مرّاً أشرب مرّاً أخير تقلبت الحياة هذا مما تعلمت في الحياة وجعلني دائماً في حالة من الرضا والسعادة وهذا يذكرني في الحقيقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل المعنى موجود في عبارات قليلة صغيرة عاجباً لأمر المؤمن إن أمره له كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له فالمؤمن يتقلب في مقامات الرضا رزاك الله خير يا أبي عبد الله والله يجعلنا إن شاء الله من الشاكرين والحمدين وإن شاء الله أن نكون ضيوف مؤنسين لأخواننا المشاهدين ونلتقي بكم إن شاء الله أخواننا المشاهدين في حلقات قادمة والسلام ختم موسيقى 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 اشتركوا في القناة